يا أخي والله ميزانية الأفلام والمسلسلات هذي شي غريب أوكي خلوا موضوع الأفلام على حد أقولوا أفلام تعرض السينما بلا 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 ولكن موضوع المسلسلات صراحة محير تخيلوا مسلسة سكرت انفيجن كم ميزانية ياب المسلسل تبع مارفل كم تتوقعوا خسروا عليه خمسين مليون لا خمسة وسبعين مليون لا يا وجيه ترى مسلسل كله ست حلقات إيش إيش الميزانية الضخمة اللي بتضخها مارفل عليه صدقني أنا مصدوم زيك مسلسل سكرت انفيجن يا جماعة وصلت ميزانية إلى مائتين واثماعشر مليون دولار طب أحى لا والمشكلة أن المسلسل يعني كويس يمشي الحال عموما مع لكم المسلسل سكرت انفيجن قولوا استثمار أبو كلبي ويلا راحت المائتين واثماعشر مليون الله يعوضهم خير مسلسل لوكي الموسم الثاني واللي راح ينزل في فترة مش بعيدة بما أنه التريلر تبعه نزل يعني ميزانية وصلت إلى 143 مليون دولار أقل من سكرت انفيجن هل تقولوا لي يا مارفل إن مسلسل لوكي الموسم الثاني أقل أهمية من مسلسل سكرت انفيجن ها ليش الميزانية قل عموما الله يعني عارف صراحة قصة ميزانيات المسلسلات ولكن أغلب الميزانيات لما تكون ضخمة كذا الهدف منه أنهم يطلعوا مسلسل بجودة كويسة بحيث يسويقون للمنصة اللي راح يعرض عليها فالميزانية هذه برضو جزء منها ليت تسويق للمنصة فهمتوا شوفوا يا مارفل خبستوا في مسلسل سي هولك قلنا معليش خبستوا في مسلسل سكرت انفيجن قلنا يا عمي تيمشي لكن صدقوني إلا مسلسل لوكي إلا مسلسل لوكي لا تخبصوا فيه رجان لا تخلوني أخربها أنا قدني يلا يلا متحملكم يا مارفل بعد ما كنت شبيح كبير نصبط أموركم مع مسلسل لوكي ويا أهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية حياكم الله وعدنا عليكم بسلسلة شخبار هوليوود السلسلة اللي نتكلم فيها عن أخبار مسلسلات أنيميات أفلام أي شي نشوف في التلفزيون أو في السينما غالبا ما نتكلم عنه في هذه السلسلة وبرضو بعض الأحيان يكون عندنا توصيات وإش الأفلام الجديدة اللي نزلت وإش الأشياء اللي ممكن نتابعها بجودات عالية شكاشي أنت ما تعرف الجوي بوي ما قلت سمعت بالجوي بوي ما أمر عليك اسم الجوي بوي هذه الأيام إذا ما تعرف الجوي بوي للحين أحب أقول لك حاجة كويسة ترى بعكس كويس ولا تروح تبعث عنه في جوغل بس روح تابع أون بيس فرصة ما تتفوت إنك تروح تتابع أون بيس ومن تعرف إيش هو الجوي بوي المهم أنا ما نداري وش خلاني أشطح على الجوي بوي بس يا لكن الفيديو لو أعجبكم اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين ونفعل جرس التنبيهات وتعالوا تابعنا لموقع التوصل الاجتماعي كل شي يعني راح تلقوا موجود في صندوق الوصف غير كذا وربط لحزامك ويا الله بنا نبدأ الفيديو يا جماعة بما أننا تكلمنا عن الجوي بوي ترى الدنيا مرة مشعللة الدنيا إلى يومكم هذا مشعللة الحلقة نزلت قبل ثلاثة واربع أيام وإلى يومنا هذا والدنيا مولعة فوق تحت هل تعلم أن حلقة ون بيس رقم ألف وواحد وسبعين حرفيا فجرت الانترنت تفجير ما راح أحرق عليك قلتلك إذا ما تعرف شي عن الجوي بوي لا تروح تبحث عنه ولا تباح بش أكثر من اللازم ولكن عندي إحساس كذا أنه هذه الحلقة أو جزء من ذي الحلقة أو أي شيء من ذي الحلقة لابد أن يكون شطف معظم سكان الكرة الأرضية من كثر ما الحدث هذا كان مرة ضخمة يمكن طلعت لك صورة فيديو أي أن كان ما يهم الحلقة هذه يا حبيبي أول ما نزلت الحلقة ألف وواحد وسبعين من وان بيس تخيل أنها لقمت أربع هاشتاغات ترنت في تويتر وان بيس جوي بوي وان بيس ألف وواحد وسبعين أربع هاشتاغات في تويتر مولعة حريقة ترنت كلها عن وان بيس يا رجل مواقع الأفلام والمسلسلات والأنيميات انعطبت خربت ما حد قادر يتابع منها شيء إيرور كرانشيرول خلينا من مواقع المسلسلات والمقرصة نوذية وإن كان تنعطب ممكن الحماية عليها ضعيفة وإن كان كرانشيرول موقع رسمي ومصرح وانعطب تخيل أن حلقة ألف وواحد وسبعين عطبت أم الأشياء هذه اللي قلتها لك كلها ليش؟ لأنها حلقة قدمت شيء مميز جدا وجريء جريء جرأة ما بعدها جرأة وصعب وشبه مستحيل أنك تلقى كاتب عنده الجرأة أن يقدم شيء زي كذا وفي حدث مهم زي كذا لاحظ أني ماني قاعد أحرق عليه بس قاعد أحمسه في حالك ما تابعت هونبيس عموما الحلقة ألف وواحد وسبعين يا جماعة حصلت على تقييم تسعة من عشر على موقع آيم دي بي شوفوا دي الزحمة كلها صارت لأنه في حدث كبير وضخم مش نهاية القصة لا حدث ضخم وكبير صار في أنمي وونبيس في الحلقة ألف وواحد وسبعين أبغاك تتخيل إيش ممكن يصير في الأنترنت وفي العالم لما ينزل خبر إنه قصة وونبيس انتهت صدقني العالم كله بينقلب رأسا على عقب ومتابعين وونبيس عارفين إيش قصدي برأسا على عقب صدقوني يا جماعة بيكون يوم تاريخي للكرة الأرضية فعيدوا النظر يا جماعة في وونبيس اعطوا فرصة ما تدرون يمكن تكونوا جزء من التاريخ اللي بعد كم سنة بيسجل فيه يوم تاريخي قادم للبشرية يوما ما نهاية قصة وونبيس العالم كله رح ينفجر أوعدك إذا أنت ما تابعت وونبيس إلى ذلك الحين رح تجي تسأل الناس إيش قصة أم وونبيس إيش قصة قصة وونبيس ليش العالم انقلب رأسا على عقب لما انتهت قصة وونبيس فايب جرب تعطيه فرصة إنت إيش خسران كلها 1071 حلقة أنا خلصتها في خمسة شهور تقريبا إنت تقدر فأقل وخلاص يا جماعة رسميا فيلم باربي راح ينزل في السعودية وبعض دول الخليج وبعض الدول العربية سمحوا فيه تقدر الآن تحجز تذكرته وتروح تتابعه لأنه انفتعوا الحجز المسبق في معظم السينما أنا تدرون مبسوط من إيش مبسوط إنه فيلم أوبنهايمر أخذ حقه عندنا بالراحة وما جاء وتعارض مع فيلم باربي فيلم أوبنهايمر نزل الحال وعندنا الناس تابعوا وانبسطة عليه وجاب إرادات بالملايين الحين خلي باربي ينزل عادي خلاص أنا راضي وأعتقد والله أعلم يا جماعة إنه تم التعديل على فيلم باربي ما راح ينزل بنفس النسخة الأصلية أبدا لأنه النسخة الأصلية فيها مشاهد مثلية فيها إحاءات فيها مشاهد جنسية فيها إساءات يقولون برضو احتمال للدين فإيش الرقبات عندنا ولله الحمد طلبوا منهم يعدلون على النسخة وبالفعل اتجاوبوا معاهم وعدلوا على النسخة بحيث نشوف نسخة نظيفة وما فيها أي مشاكل أو أي إساءة وياليت سوني ومارفل يتعلموا من الشركات الثانية اللي يحترموا الثقافات والمجتمعات المجاورة عموما وبالحديث عن باربي يا جماعة أنا ويش قلت لكم؟ إيش قلت لكم قبل فترة لما قلت لكم هذه أعلى الأفلام تحقيقا للأرضاح في سنة 2023 وقتها باربي لسه ما كان من بينهم ما قلت لكم باربي راح يتربى على عرش هذه القائمة اللي كان توب وان فيها سوبر ماريو ياب أحب أقول لكم أنه فيلم باربي كسر حاجز المليار دولار في أسبوعين فقط من يوم عرضه إرادات باربي وأنا أصور هذا الفيديو كانت مليار وثلاثة وثلاثين مليون إرادات سوبر ماريو مليار وثلاثمائة مليون يعني باقي له ثلاثمائة مليون وبوم يتربع في عرش المركز الأول فيلم باربي ياب فيلم باربي أعلى إرادات في عام 2023 مرة ما هي بعيدة أكيد الحين صابك الفضول تعرف ويش وضع فيلم أوبنهايمر بحكم أننا تكلمنا عن منافسه الأول فيلم باربي أحب أقول لك اتطمن فيلم أوبنهايمر مسوي شغله وأموره زي اللوز وأداءه جدا مرضي في صلاة السينما ومثل ما كان متوقع إرادات فيلم أوبنهايمر إلى تاريخ وقت هذا التصوير أو إلى وقت تصويري لهذا الفيديو وصلت إلى خمسمائة وستة وخمسين مليون دولار علما إنه ميزانيته فقط مائة مليون دولار يعني الفيلم ربحان وشبعان ربح وغير كده يا جماعة إيش كنتم متوقعين فيلم لنولن متوقعين يجيب أقل من ميتين مليون أي فيلم ينزل لكريستوفر نولن اعرف أنه خمسمائة مليون وطالع ما هو أقل من خمسمائة مليون كل أفلام كريستوفر نولن بلاس خمسمائة مليون وإذا كنت تبحث عن تجارب الأكشن والخيارات المتاحة حاليا في السينما فيلم ميق الجزء الثاني للممثل جيسون ستيثم صار متوفر في صلاة السينما فيلم بتاع أكشن وأدرينالين وحماس تدخل تنبسط وتضرب الباب وتنسى أم الفيلم أنك تابعته تماما حاجة تنبسط فيها في لحظتها وتضرب الباب في ناس قالوا أنه الأول أفضل من الثاني وفي ناس قالوا لا الثاني أفضل من الأول في كل الحالتين كل الفيلمين الأول والثاني هي مجرد أكشن ودمار وحماس كده تخشت مبسط وتضرب الباب زي ما قلت ألا فلا تشغل بالك بأمور القصة وما هي القصة والحنكة وكيف ذلك عصيبك من عبدو حنكة عبدو حنكة ذا ما يبغاله لفيلم أسود وبيض سايلنت بس جيب له تشارل شابلين يقعد بالعكاز يطربوه مبسط وهو عشرة من عشرة فيب لو تدور أكشن وهبد وخبط ومضاربات وشوية تحوش وحيتان وقرش فيلم ميق الجزء الثاني تقدر تتابعه في السينما لو هذا جوك من الأفلام وفيلم الرعب يا جماعة إنسيديوس دار الدور توفر بجودات عالية تقدر الآن تتابعه من أي مكان من التلفزيون من اللابتوب من البي سي ولا من الجوال يا محمد النعامي واللي يفترض أنه الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة اللي هي إنسيديوس أنا تابعت أول جزئين من السلسلة هذه زمان وصراحة يعني ومثل ما كلكم يعرف أفلام الرعب ما هي جوي أوكي أحب أفلام الزومبي لأنها سورفايفل لكن الرعب والأشياء ذي ما تعجبني صراحة وما تجذبني ولكن شاركت معاكم هذا الخبر لأنه هذه السلسلة لها شعبية جدا كبيرة فالجزء الخامس منها توفر الآن وحاب أصدمك وأقولك إنه ميزانية الفيلم هذا فقط 16 مليون وقدر إنه يصبح أعلى فيلم رعب تحقيقا للأرباح في سنة 2023 إلى تاريخ هذا الفيديو لأنه جاب إرادات 182 مليون دولار لحظة أنت مش مستوعب 182 مليون قليلة قدام باربي أوبنهايمر ميزانية 16 مليون تعرفش يعني 16 مليون جابوا 16 مليون سووا فيلم جابوا 182 مليون مدن 182 مليون فلوس فلوس أقول لك تعال نسوي استيديو خالنا نستثمر نظبط لنا أي مظبيط ترى عندي أفكار كثيرة بس ما تبقى بكيفك بكيفك فلوس في الشارع بس أنت ما تبقى تأخذها خلكم تكع الجوال وأخيرا يا جماعة فيلم سبايدر مين أكروس ده سبايدر فيرس توفر وأصبح متاح للمشاهد تقدر الآن في هذه اللحظة تروح تتابع من التلفزيون من اللابتوب من البي سي ولا من الجوال الله المستعى جدير بالذكر يا جماعة أن الجزء الثاني من ده سبايدر فيرس أو سبايدر مين أكروس ده سبايدر فيرس جدير يحقق إرادات فلكية وأرقام جدا ضخمة الفيلم إلى يوما هذا تقييم على موقع ايم دي بي 8.9 من 10 أي يعني 9 من 10 وقدر بهذا التقييم أنه يتم تصنيفه ضمن أفضل 250 فيلم وهو في المركز 15 ياب 15 وبميزانية 150 مليون دولار قدر أنه يحقق أرباح وصلت إلى حوالي 700 مليون دولار عموما تقدر الآن تروح تتابعه لو تحب أفضل وسيلة مشاهدة تكفى لا تتابع من الجوال الله يخليك تكفى عشان خاطر ولكن قبل ما تتابع الجزء الثاني تأكد أنكم تتابع الجزء الأول علشان تفهم القصة ما يحتاج تتابع أي فيلم من أفلام مارفل لا بس على طول الأول سبايدر مان انتو دو سبايدر فيرس الثاني سبايدر مان اكرس دو سبايدر فيرس ومبروك عليك معنا صرت واحد من متابعين هذه السلسلة والجزء الثالث اللي ربما نشوفه في 2025 أو 2024 هو غالبا في 2025 علشان أوريكم يا جماعة قدي إيش نتفلكس مخربة أمها وجالسة تستهبل وفي مصادر كده قاعدة تجيب العيد فيهم يعني في قسم الأفلام والمسلسلات الكورية أو بالتحديد المسلسلات الكورية يعطون الممثلين عن الحلقة الوحدة راتب 300 دولار تخيل يعني لو انت مثلت في 10 حلقات من مسلسل وانت في كوريا ممثل في كوريا رح تاخذ 3000 دولار ممكن انت مرح تستوعب المعلومة هذه إلينا أضرب لك مثال من هوليوود هوليوود إذا انت ممثل مستجد وجابوك في مسلسل وبدور بطولي اعرف انهم بيتكلموا معاك من 50 ألف دولار وطالع ما راح يتكلموا معاك بقل من كذا إلا لو انت سبيكة والمفاوضات عندك بريال عاد هذه قضية أخرى متخيل أن كوريا الممثل الكوري ياخذ 300 دولار على الحلقة يخرب بيت بليزكم من نتفلكس إيش هذا؟ أنا صراحة أشوف أن الكوريين لازم يشاركوا فيه الإضراب يشاركوا في الإضراب من بعيد من كوريا عن بعد نحن أضربوا ليلة أطلبوا فلوسكم من نتفلكس إيش إيش اللي 300 دولار على الحلقة مش بس كده ومعطين لك ذكاء صناعي 900 ألف دولار ها ها لا يستهبلون وفيلم بلو بيتسل من عالم دي سي يا جماعة نزلوا تريلر أول وثاني أعتقد ياب إعلانين نزلت له بوسترات أنا مرة متحمس للفيلم لأنه فكرة مثيرة للهتمام شوية وشكل البطل صراحة مميز ولكن ما أعرف يعني باقي كده أحس أنه يعني ماهو ما فيه تشويق اللي يخليني أقول واو هذا الفيلم بيكون ضربة من ضربات أفلام دي سي لأنه اتحمست لبلاك آدم وانخبط على راسي اتحمست لشزام الجزء الثاني وانخبط على راسي اتحمست لذا فلاش أوكي ذا فلاش يعني موش بذاك السوق بس أنه ماهو الشي اللي كنت متوقع فما ودي اتحمس كثير البلو بيتسل ولكن نقول إن شاء الله أنه يطلع بمستوى كويس نستمتع فيه ما نبغى شي عظيم ما نبغى شي جيد جدا شي جيد كويس أطلع من الفيلم ونقول ياب أنا استمتعت وبس والله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو ما في أخبار ما في أخبار كل الضوء مصلط هذه الأيام على الإضراب وإضراب الكتاب والممثلين وأفلام تأجلت أفلام كثيرة تأجلت كانوا شغالين عليها ووقفوها أفلام مارفل أفلام دي سي شغل كثير متوقف على الإضراب هذا ما تيخلص وراح ينتهي لا تخاف وراح ينتهي لأنه كده ولا كده هوليوود لازم توصل لحل وسط في النهاية ترضي الجميع ترضي الكتاب ترضي الممثلين وتضمن حقوق الجميع إن شاء الله ويب إلهينا نكونوا صنعنا نهاية الفيديو يا جماعة لايك الفيديو لو أعجبكم اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا زر التنبيهات وتعالوا تابعنا على الواقع التوصل الاجتماعي كل حساباتي موجودة في صندوق الوصف كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم